تحت رعاية سعادة سيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية تم افتتاح أعمال الملتقى الخليجي الخامس لتنمية الموارد البشرية ليسلط الضوء على مفهوم الابتكار وأهميته في بيئة سوق العمل للابتكار ميزة تنافسية لدفع عجلة النمو على جميع الأصعيد ومتى ما غاب الابتكار ساد الركود وفقدت التنافسية في العمل ولأن الابتكار سمة من سمات الأفراد والمنظمات الناجحة والقادرة على التكيف وسط زحام من التغيرات والعقبات يأتي الملتقى الخليجي الخامس لتنمية الموارد البشرية ليلقي الضوء على مفهوم وأهمية الابتكار في سوق العمل الحقيقة مثل هذه المؤتمرات النوعية التي تعنى بأحدث ما يقدمه العلم من مبادرات في مجال الابتكار والإدارة وتحسين الانتاجية هو مفخرة للبحرين فنرحب بالجميع إن شاء الله ونتأمل أن يكون مثل هذه اللقاءات مستمرة وتغني وتثري سوق العمل بالمفاهيم الحديثة في الإدارة والانتاجية يعد الابتكار أهم عوامل تقييم المؤسسات والأفراد بعد أن كانت معايير الإنجاز للأفراد تنحصر في الشهادات الأكاديمية وعدد سنوات الخبرة أما يومنا الحالي غدت عدد براءات الاختراعات وعدد الملكيات الفكرية من أهم تلك المعايير سعيد جدا أن أكون متحدث في هذا الملتقى اللي يضم نخبة من المتحدثين وأيضا من الدكاترا والباحثين المختصين في هذا المجال طبعا لا يخفى عليكم بأن موضوع الابتكار الآن صار حديث العالم الآن كل يتكلم عن موضوع الابتكار وعمليةنا شون ممكن نحن نطور في خدماتنا وفي أفكارنا من خلال الابتكار ستكون ورقة عملي إن شاء الله عن الابتكار الحكومي وأتمنى إن شاء الله تنال على أعجاب الجمهور شاركت في ملتقى إدارة الابتكار وإيمانا مني بأهمية الابتكار في تحقيق الرؤية 2030 وشاركت بورقة عمل حول تعزيز ثقافة الابتكار ضمن المؤسسة وأهميتها في الوصول لرؤية الجهة وتحقيق الأهداف بأسرع صورة ممكنة ونتيجة لما أشارت إليه العديد من الدراسات فيما يتعلق بالابتكار ودوره في تحسين الإنتاجية وأثره الإيجابي في تحسين بيئة العمل وكون الابتكار ليس بحكر على قطاع معين لذا فأن الملتقى تعد القائمين على إدارات الموارد البشرية فشمل جميع الراغبين في المساهمة في بناء المستقبل إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين